رعى رئيس الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم لقضاء حفل تخريج كوكبة من حافظي وحافظات القرآن الكريم الذي أقامتهم مديرية أوقاف عجلون حضر الحفل مدير أوقاف عجلون دكتور عبدالسلام منصير وعدد كبير من أبناء المحافظة وأولياء أمور الخارجين وقال رعي الحفل الدكتور لقضاء إن تحفيظ القرآن والتفكر في معانيه يحد من التطرف الفكري ويضع الناشئة على الطريق القويم من جانبه اعتبر مدير أوقاف عجلون أن هذا الحفل يأتي للتواصل مع شرائح المجتمع كفة لتوجيه الشباب إلى الدروب الصحيحة في الحياة ويبعادهم عن الأفكار الظلمية وإشاعة ثقافة التسامح فالإسلام هو دين التسامح تميت حفظ القرآن الكريم في مدة أربع سنوات وراجعت هنا في مسجد عائشة لمدة شهر خرجنا الفوج السابع وبلغ عدد الحفاظ والحافظات 28 حافظ وحافظة نسأل الله عز وجل أن العام القادم أن يكتمل النصاب ويصبح عدد الحفاظ والحافظات 40 حافظ وحافظة نحن أمام حالات تطرف هنا وهناك وخير ما نقوم به أن نصنع ضميرهم من الآن وحفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن هي من الوسائل الناجعة التي تعالج كل هذه التحديات ترجمة نانسي قنقر